أهلا بكم عام على التدخل العربي لإسناد الشرعية في اليمن في مثل هذا اليوم وبالتحديد السادس والعشرين من مارس استيابت عدد من الدول العربية بقيادة السعودية لنداء الشرعية في اليمن أعلنت تشكيل تحالف عسكري لمواجهة ميليشيا الحوتي وحليفها المخلوع 16 دولة والنتيجة تدمير المخزون العسكري الكبير للميليشيا في عدة محافظات كانت قد نهبتها من مخازن الجيش الضربات الجوية في مرحلتها الأولى من عاصفة الحزم ركزت على منع استخدام ميليشيا الحوتي للطائرات والقدرات الجوية والقضاء على الصواريخ الباليستية وبطاريات سام وتدمير مخازن الأسلحة واستهداف المراكز والألوية التي تساند الحوتيين ومحاصرة ومنع وصول الإمدادات إليهم في نهاية إبريل من العام الماضي أعلنت قيادة التحالف انتهاء عملية عاصفة الحزم وبدأ عملية إعادة الأمل هذه العملية مزيج من العمل السياسي والدبلوماسي والعمل العسكري ركزت قوات التحالف خلال هذه العملية على استهداف التحركات العسكرية للميليشيا وإسناد قوات الشرعية على الأرض في بدء عملية إعادة الأمل أعلنت مرضمة الصحة العالمية مقتل أكثر من تسعمائة شخص منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف بجروح مع دخول العملية الجوية للتحالف عامها الثاني تصبح خارطة السيطرة العسكرية على الأرض لصالح الشرعية سيطرة تتياوز 70% بعد تطهير المحافظات الجنوبية ووصول الجيش الوطني إلى المشارف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء في حين عادت الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد السيطرة عليها هناك خمس جبهات مفتوحة في الشمال والوسط والجنوب الغربي جبهة نهم شمال شرق صنعاء وهي أكثر الجبهات أهمية حاليا مع تقدم المقاومة والجيش الوطني نحو الضواعي الشمالية الشرقية باتجاه العاصمة صنعاء أما جبهة محافظة الجوف شمالا فهي ثاني أهم جبهة تتقدم فيها قوات الجيش الوطني بمساندة التحالف باعتبار الجوف محافظة محاذية لصعدة المعقل للحوثيين شكلت جبهة حرض وميدي شمال غرب محافظة حجة انكسارا كبيرا للميليشيا حيث تقدم الجيش الوطني بإسناد بحري وجوي من قوات التحالف حتى استعادت السيطرة على ميناء ومدينة ميدي المطمع التاريخي لميليشيا الحوثي كمنفذ بحري على البحر الأحمر جبهة الجوف من الشرق وحرض ميدي من الغرب تشكلان كما شاء على محافظة صعدة ومن جبهات الاستنزاف تعتبر محافظة تعز أكبر ساحة مواجهة متعددة الجهات كما أنها من أكثر الجبهات تعقيدا واستنزافا للميليشيا كذلك تبدو جبهات البيضاء والضالع وشبوة وإب ساحات لمواجهات متقطعة المتحدث باسم عملية التحالف العربي أحمد عسيري قال إن 90% من الأراضي اليمنية تحت سيطرة قوات الشرعية وأن العمليات ستستمر إلى حين عودة الشرعية إلى صنعها أشار عسيري إلى أن مساحة العمليات العسكرية تقلصت من حيث الامتداد وباتت مركزة في نقاط محددة بعد أن بات الجهد العسكري مخصصا لحفظ الأمن في المحافظات المحررة وإسناد القوات في جبهة القتال نعود إلى استيديو الأخبار مع الزملاء